هذا الشيء هذا داخل في كل الكلام اللي أنا كنقول معك داخل في المشاكل والعزلة اللي كيعرفوها اللاعبين وكذلك التاقم التقني والمدرب أنه هذي ثلاث شهور أو أربعة شهور ما كانش عضو المكتب المسير اللي زارهم أو تكلم لهم أو حاولتين يتفاهم معاهم على جدول زمنية لمستحقات ديالهم أو حتى محاولة تحفيز هؤلاء اللاعبين يجب أن يحسوا بواحد الحضور خاصة أنه يمثلون فريقا كبير ففريق الرجاء الرياضي ماشي كما قال السيد فاخر الآن صبح كلاعبين ومدرب وشحين فريق الرجاء الرياضي هو نادي كبير لده حمولة تغرقية كبيرة هو نادي الألقاب نادي كبير بمسيري بمنخارطي بفعالياته هذا هو المشكلة اللي يجعل السيد محمد بشي يقرر أنه يستقل لكن هناك واحدة الرغبة كبيرة للمنخارطين للجمهور بشي يحاولوا يتنيو السيد محمد فاخر عن هذا القرار خاصة وأن فريق الرجاء الرياضي أصبح على قعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب فلازم بشي نستمروا في هذا الحلم اللي هو تحقيق لقب هذه السنة رغم المشاكل اللي كعرفها فريق الرجاء الرياضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة